متابع يلا كورة في كل مكان أهلا بيكو هكون معاكم أنا صمر علي ونشرت أخبار رياضية جديدة من يلا كورة نبدأ بخبر جالنا عاجل منذ قليل خبر مهم عن اللاعب عبدالله السعيد لاعب نادي بيرامدز واللي أعلن اعتداله اللعب الدولي بشكل رسمي سعيد كتب تغريدة على تويتر جاء فيها في البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد مشوار الطويل في البطولة لكن قدر الله وما شاء أفعل الحمد لله تشرفت بارتداء تيشرت منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية الناشئين والشباب لحد ما وصلت لي المنتخب الأول بشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين اللي اتشرفت بالعمل معاهم في كل المراحل والنهاردة أعلن اعتدالي اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين اللي اتشرفت فيها بتمثيل بلدي مصر قرار كنت محضره من قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشواري الدولي لكن الحمد لله على كل حال وفي النهاية كل التوفيق لإخواتي اللاعبين والجهاز الفني الفترة المهمة الجاية وإن شاء الله نتأهل لكاس العالم نروح لأخبارنا النهاردة وحنبدأ بأخبار نادي الزمالك واللي أنهى في الساعات الأولى من صباح اليوم فعليات انتخبات رئاسة النادي بفوز المستشار مرتضى منصور وقائمته برئاسة مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات كان بنافس على مقعد الرئاسة كل من مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي لكن القائمة النهائية اللي فازت هي قائمة المستشار وجاءت كل آتي مرتضى منصور رئيسا للنادي مصطفى كامل عبد الباصد هدهود نائب للرئيس أما خالد لطيف ففاز بمقعد أمين صندوق والأعضاء كل من أحمد مرتضى منصور علاء ناجي أبو العلا محمود محمد طه علاء مقلد جمال عبد الحميد بسانت سيد جوهر سليمان وهدان مريم رز وأحمد دعبس خلونا نعرض لكم أبرز تصريحات مرتضى منصور بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك قال رئيس النادي أن فوزه بانتخابات نادي كان درسا قاسيا حيث تم انتخاب قائمة كاملة رغم تواجد بها الكثيرين ممن يشاركون بالانتخابات للمرة الأولى وتابع راهنت الوزير أشف صبحي قلت له أخذنا قرار مجلس إدارة بأن تكون الانتخابات أيام 10 و 11 و 12 فبراير فقال موافق ثم طلب أنصار ممدوح عباس أن تكون يوم واحد فقط فطلبني الوزير وقال لي عشان خطري خليها يوم واحد فقلت له براهان حييجي 50 ألف أما أول قرارات مرتضى منصورة فكانت الإطاحة بخالد الغندور ومحمد أبو العلة من العمل بقناة النادي وقال القناة التي حرمت المرشحين من عرض برامجهم لا تستحق أن تكون قناة الزمالك محمد أبو العلة أنت رحلت عن القناة خلاص وكذلك خالد الغندور والقناة ستعود لأصحابها تاني أخبارنا النهاردة عن فريق الزمالك اللي هيبدأ مشواره الأفريقي النهاردة الساعة 6 أمام بيترو أتليتكو الأنجولي المباراة بين الفريقين اللي هتتلاعب في استاد القاهرة هتكون في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أرعة المجموعات كانت أوقعت الزمالك في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي وبيترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا الأنجولي بنتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته النهاردة ولكل الفرق المصرية اللي بتمثل مصر في المحافل الدولية والقرية ومن أخبار نادي الزمالك نروح لأخبار النادي الأهلي واللي عنده النهاردة مباراة مهمة الساعة 3 عصرا أمام الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث الأهلي كان بدأ مشواره في البطولة بالفوز على منتيري 1-0 ثم خسر أمام بلميرس 2-0 أما الهلال السعودي ففاز على الجزيرة الإماراتي 6-1 ثم خسر أمام تشلسي 1-0 الحقيقة أن مباراة الأهلي والهلال النهاردة هي الأولى بين الفرقين في بطولة رسمية لكنهم لعبوا 6 مباريات مع بعض من مبين مباريات بطولات عربية وأخرى مباريات ودية وكمان مباريات اعتزال الست مباريات تفاز فيهم الأهلي مرتين مقابل فوز وحيد لنادي الهلال وحضر التعادل 3 مرات بنتيجة 1-1 مرتين وبدون أهداف مرة وحيدة مشاركة الهلال في المونديال هي التانية في تاريخه كانت المرة الأولى عام 2019 وحقق وقتها المركز الرابع بعد ما خسر من المديليا البرونزية أمام منتيري المكسيكي أما النادي الأهلي فهو أكثر الأندية ظهورا بالمونديال بعد ما تأهل للمسابقة سبع مرات في الفترة ما بين 2005 ل2021 وحصل خلالها المديليا البرونزية مرتين الأولى عام 2006 في اليابان على حساب كلاب أمريكا المكسيكي والتانية في 2021 على حساب بالميرس البرازيلي في قطر بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي النهاردة أمام اختيار صعب خصوصا بعد غياب محمد مجدي أفشا وأيمن أشرف عن مباراة الهلال بسبب الإيقاف يلا كورا عرف أن موسيماني قرر الاستعانة بخدمات محمد عبد المنعم ليشارك على حساب أيمن أشرف في الجانب الدفاعي ورقة أخرى سيلجأ إليها موسيماني في تشكيل المباراة بالدفع بحمد فتحي بدلا من رومي ربيعة أما بديل أفشا فاستقر المدرب الجنوب أفريقي بنسبة كبيرة على الاستعانة بأحمد عبدالقادر على أن يبدأ محمد الشريف في التشكيل الأساسي في مركز خط الهجوم ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من في حراسة المرمى علي لطفي خط الدفاع محمد عبد المنعم محمد فتحي ياسر إبراهيم خط الوسط علي معلول أليو ديانج عمر سلية محمد هاني خط الوسط المهاجم طاهر محمد طاهر أحمد عبدالقادر وخط الهجوم محمد شريف ومن أخبارنا العالمية النهاردة خبر بيخص المهاجم النرويجي إيرلينج هالند لاعب بروسيا دورتموند الألماني هالند ارتبط بالانتقال بالأندية القمة في إسبانيا زي ريال مدريد وبرشلونة المدير الرياضي للبرسا ماتيو ألماني اتكلم في تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية عن إمكانية ضم هالند وقال لا يمكنني التحدث عن أسماء بعينها الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إن برشلونة لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم وهدفه دائما الحصول على الأكثر تنافسية نحن نعمل على ذلك وتابع عليك أن تحلل كل موقف ضم لاعب كرة قدم يختلف عن تعيين الموظفين عليك أن تأخذ في الاعتبار الكثير من الأمور مثل اللعب المالي النظيف الأمر معقد للغاية أكثر من تقرير إسبانيا رابط هالند بالانتقال لبرشلونة خصوصا بعد اختراب ريال مدريد من ضم كيلياني مبابي لاعب باريسا سان جيرمن اللي هيكون متاح بشكل مجاني في الصيف المقبل وأوضح أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون نارية ومثيرة والجميع سينتظر إلى أين سيذهب مابي و هالند ومن هالند وإمبابي للأسطورة البرتغالي كريسيانو رونالدو لاعب منشستر يونيتد صحيفة ذي سان فجرت مفجأة النهاردة من العيار الثقيل وقالت أن رونالدو أخبر أصدقائه المقربين بأنه بيفكر في إنهاء تجربته مع منشستر يونيتد الصيف المقبل رونالدو استبعد أكتر من مرة في التشكيل الأساسي لمانشستر يونيتد سواء تحت قيادة سولشاير أو كاريك أو راليف رانجنيك وهو أمر لم يعتاد عليه الأسطورة البرتغالي ديسون قالت كمان أن رونالدو متفاهم أنه عليه العمل أكثر للحفاظ على اليقطو البدنية خاصة مع تقدم عمره لعمر 37 عام لكنه سيحاول الرحيل الصيف المقبل إذا لم يتغير وضعه ووضعه النيدي رونالدو كان رجع لمانشستر يونيتد الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين بعد رحيله في الصيف 2009 لريال مدريد ومنه إلى يوفينتس عام 2018 نختم بأخبارنا النهاردة بحديث إدن جيكو لاعب انترنيلون الحالي وروما السابق عن نجمينة المصري محمد صلاح جيكو انضم إلى روما أثناء تواجد صلاح مع الفريق ليتشاركان سويا هجوم الفريق في موسم 2015-2016 قبل رحيل صلاح لليفر بول في صيف 2017 طبعا في مواجهة منتظرة هتجمع بين ليفر بول وانترنيلون في الدور الستاشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربع ستاشر فبراير جيكو قال في تصريحاته لصحيفة دايل مال ليفر بول هو المرشح للتأهل ونحن نعلم ذلك لكن لا يمكننا قول ذلك بنسبة 100% لأننا نمتلق فريقا رائعا أيضا ولهذا أتوقع الكثير من الأهداف في المباراتين وأضاف المهاجم البوسني أتحدث مع صلاح وأليسون قبل المباراة وأكمل جيكو مزحا أعتقد أنه بإمكاني القول أنني سهمت بطريقة ما في وصول صلاح لما هو عليه اليوم لأننا حضينا بالكثير من الوقت تأمعا وبكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة كنت معاكم أنا صامر علي استنونا في أخبار على مدار اليوم وتغتيات جديدة من يلا كورا شكرا لمتابعتكم ترجمة نانسي قنقر